عملية تعويض الفلاحين المتضررين جراء الحرائق الأخيرة متواصلة بعدما أتلفت العديد من المحاصيل الزراعية في عديد من ولايات الوطن خاصة الحبوب هذا ما أوضحه نائب رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين هناك بعض الشكوات خاصة إذا خرجت من الغابات وانتقلت إلى أراضي الفلاحين أتلفت منتوجات أو أتلفت مواشي ممكن أن يكون هناك الضرر وإذا كان مديرة الغابات كان عندها تأمين على المسؤولية المدنية لكن الأضرار تكون تكون فيها لأنه اليوم نتكلم على ألاف الهكتارات من جهته يرى حسن خليفاتي أن عدد الفلاحين الذين تم تعويضهم ضعيف جدا مقارنة بعدد الفلاحين ولا يعكس حجم الخزائر المسجلة في الواقع وهذا لأن ثقافة التأمين غائبة لدى الفلاحين أنا معلومات لي عندي أنه لما تكون هناك أزمة أمراض أو فيضانات في هذه الفترة يكون هناك أرتفاع رقم أعمال نسبي لكن غير نفوتها بـ 15 يوم و20 يوم تتنسى ونعود أن نرجع لنفس الممارسات لهذا نقول أن هذه مسؤولية سياسية لوزارة الفلاحة وجمعية الفلاحين يديروا تحسيس للفلاحين بأهمية التأمين لأنه سيحافظهم على أسمالهم للإشارة فإن الصندوق الوطني لتعاون الفلاحي قام بتعويض الفلاحين المؤمنين بقيمة 2 مليار سنتيم فيما يتم النظر في وضعية غير المؤمنين الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء مثل هذه الكوارث